أعلن الهلال الأحمر في مدينة إفرينا السورية ارتفاع عدد القتل المدنيين إلى 63 شخصا بالإضافة إلى 150 جريحا وذلك منذ بدء الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي السورية واتهم الهلال الأحمر الجيش التركي باستهداف المدنيين ما تسبب في موجة نزوح للسكان وفي السياق ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش التركي استهدف ثمانية أهداف في شمال العراق بزعم أنها تعود إلى مسلحين أكراد ترجمة نانسي قنقر